السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي العزيزات طالبات الصفاء الثاني عشر أهلا وسهلا بكم اليوم موعدنا مع الوحدة الثالثة الكينيا العضوية درسنا اليوم هو الدرس الأول بعنوان الأشكال الهندسية رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع عنواع متحضر محافظة على إخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة قيمة الأسبوع هي الإخلاص ذكر الله عز وجل قيمة الإخلاص في القرآن الكريم وأفرد لها صورة باسم صورة الإخلاص وهي التي تتحدث عن الإخلاص لله تعالى في العبادة وحده وأيضا من تعاملاتنا في الإسلام ذكرنا الله عز وجل ورسوله الكريم أن الإخلاص يكون في كل شيء في النية في العمل في العبادة في كل شيء يحيط بك حيث أن الإخلاص فعل خفي لا رقيب له إلا الضمير ومن أجمل ما قيل في الإخلاص قول ابن القيم العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفع أهداف الدرس أولا تستنتج بشكل صحيح أشكال المركبات الكيميائية باستخدام نظرية VSBER ثانيا تحدد بدقة المجالات الإلكترونية للذرة المركزية لمركب كيميائي ثالثا تميز بين أنواع تداخل سيجما وباي عنوان درسنا اليوم هو الأشكال الهندسية يتبادر إلى الذهن سؤال وهو لماذا تتكون أشكال هندسية مختلفة للجزيئات؟ مما سبق دراسته نجد أنه تتكون أشكال هندسية مختلفة للمركبات وذلك لأنها تختلف في خصائصها الكيميائية والفيزيائية للمركب الواحد بمعنى أنه إذا كان لدينا مركب مثل إلو كولوكوز وآخر دي كولوكوز نجد أن كل منهما يحتوي على نفس عدد الضرات تماما ومتساوي تماما في عدد الضرات ولكن الاختلاف في ترتيب هذه الضرات فنجد أن الإلو كولوكوز يكون له خصائص وخواص كيميائية وفيزيائية تختلف تماما عن الخصائص الكيميائية لمركب الدي كولوكوز رغم تساويهما في نفس عدد الضرات إلا أن اختلاف الترتيب أدى إلى اختلاف الخصائص وعليه نجد أن كل مركب يكون له استخدام يختلف عن الآخر مما سبق دراسته نجد أننا عرفنا أن هناك أنواع للأشكال الهندسية منها مثلا ما هو 1. خطي 2. منحني 3. مثلث مسطح 4. مثلث حرمي وأخيرا رباعي أوجه منتظم أي أن هناك خمسة أنواع من الأشكال الهندسية تعتمد هذه الأشكال طبعا على 4. زاوية الارتباط 5. وعلى طول الرابطة وبالتالي يتم تحديد شكل الهندسي أو ما يسمى بالشكل الفراغي للمركبات أو الجزيئات إذن سوف يؤثر تغيير الشكل الفراغي على سلوكيات الجزيئات في التفاعلات الكيميائية مثلا بالنظر إلى الشكل المبين أمامك نجد أن النموذج الأول والنموذج الثاني لهم نفس عدد الضرات ولكن هناك اختلاف في ترتيب الضرات رقم 3 و 4 ماذا تلاحظي في النموذجين؟ لهم نفس عدد ونوع الضرات وعدد الروابط طيب هل تتوقع أن يظهر الجزيئات نفس السلوك في جميع التفاعلات الكيميائية أم مختلفان؟ لا، هنجد أن هناك تغيير في السلوك الكيميائي للجزيئات غير المتطابقة في ظروف محددة بسبب اختلاف مواضع ترتيب الضرات حول الضرة المركزية فإذا أخذنا النموذج الأول والنموذج الثاني ونريد أن نطابقهما نجد أن الجزيئات تكون غير متطابقة وعليه يكون هناك اختلاف وتغيير في السلوك الجميائي لهذه الجزيئات سبب ذلك هو اختلاف مواضع ترتيب الضرات حول الضرة المركزية كيفية تحديد الشكل الهندسي للجزيئات؟ هناك نظريتان يتم استخدامهم لتحديد الشكل الهندسي للجزيئات النظرية الأولى هي نظرية التنافر والمجالات الإلكترونية وهي ما تسمى بنظرية VSEPR والمجالات الإلكترونية النظرية الثانية هي نظرية التهجين تعرف نظرية التنافر بين أزواج إلكترونات التكافؤ VSEPR على هي نموذج ناجح لتوقع أشكال الجزيئات وقيم زوايا الروابط باستخدام مفاهيم تداخل الأفلاك وتقليل التنافر بين أزواج الإلكترونات على سبيل المثال إذا أخذنا جزيء ثاني أكسيد الكربون فنجد أن الشكل الهندسي أو الفراغي لهذا الجزيء هو الشكل الخط حيث أن زاوية الرابطة تكون 180 درجة وذلك بسبب أن ضرة الكربون المركزية محاطة بضرة الأكسوجين من الجانب الأيمن وضرة أخرى من الأكسوجين من الجانب الأيصر ولكن لا يوجد زوج من الإلكترونات غير مرتبط جميع الإلكترونات مرتبطة في هذه الحالة وبالتالي لا يوجد تأثير تنافر على الأزواج المرتبطة في الروابط وبالتالي تظل الرابطة 180 درجة ويكون الشكل الهندسي هو الشكل الخطي إذا أخذنا مثالا آخر على سبيل المثال وهو جزيء الماء نجد أن جزيء الماء يتكون من ضرة الأكسوجين المركزية وضرتين هيدروجين حيث أننا نجد أن هناك زوجين من الإلكترونات غير المرتبطين وبالتالي فإن كل زوج من هذه الأزواج الغير مرتبطة تؤثر على الزوجين الآخرين المرتبطين وبالتالي يعمل ذلك على وجود تنافر بين أزواج الإلكترونات المرتبطة والغير مرتبطة مما يؤثر على زاوية الرابطة فنجد أنها تنحني بدلا من 180 درجة تصبح 104 درجة كما هو مبين أمامك بالشكل وذلك نتيجة إيه؟ وجود الأزواج الغير مرتبطة الذي يؤدي إلى وجود تنافر فتؤثر على زاوية الرابطة هذا هو مفهوم نظرية التنافر بين أزواج إلكترونات التكافر لتحديد نوع المجال الإلكتروني في كل جزيء من الجزيئات وللذرات المختلفة المكونة له أولا نتعرف على معنى المجال الإلكتروني تسمى مجموعات الإلكترونات في المستوى الفرعي الواحد المجال الإلكتروني وبالنظر إلى الجدول رقم 3-1 نتحدث عن أنواع المجالات الإلكترونية المختلفة فعلى سبيل المثال إذا أخذنا زرة ولتكن X هي تمثل الضرة المركزية وإي تمثل ضرة جانبية سوف نتحدث الآن على الضرة X تمثيل لوس لها كما هو مبين أمامي بالشكل نقطة واحدة فقط فهذا يعني أنه إلكترون منفرد وعلى هذا الأساس فإن نوع المجال الإلكتروني لهذه الضرة غير مرتبط بالنظر إلى X وبجانبها زوج من الإلكترونات لأن كل نقطة في تمثيل لوس تمثل إلكترون وعليه فإن نقطتان تمثل زوج من الإلكترونات يكون نوع المجال الإلكتروني لهذه الضرة غير مرتبط أيضاً طيب إذا كانت الضرة المركزية X ارتبطت مع ضرة جانبية A في هذه الحالة نجد أن الإلكترونات تكون رابطة تساهمية أحدية من نوع سيجما يصبح نوع المجال الإلكتروني لهذه الضرات مرتبط أي مشارك إذا كانت الضرة المركزية X ارتبطت مع ضرة جانبية A ولكن من خلال رابطتين حيث أن الإلكترونات كونت رابطة تساهمية ثنائية أحدهما رابط سيجما والأخرى رابط باي في هذه الحالة يكون نوع المجال الإلكتروني هو مرتبط أي مشارك النوع الأخير من أنواع المجالات الإلكترونية أن تكون الضرة المركزية X مرتبطة بالضرة جانبية A وبينهما ثلاثة روابط حيث نجد أن الإلكترونات تكون روابط تساهمية ثلاثية واحدة من نوع سيجما واثنتان من نوع باي وعليه يتم تحديد أنواع المجالات الإلكترونية من خلال الإلكترونات التي توجد حول الضرة المركزية الآن عزيزتي الطالبة برجاء مشاهدة الفيديو التالي الذي يوضح الفرق بين الرابط سيجما والرابط باي تساهم المركزين تساهم المركزين وي منزلات Well, if we imagine two hydrogen atoms, you can see their s-orbitals there. And when they react to form the molecule H2, they make a single covalent bond, which is called a sigma bond. All single bonds are sigma bonds. And all sigma bonds go along the internuclear axis. If you imagine a line that joins both nuclei, that's the direction the sigma bond will take. And if you have two fluorine atoms, when their p-orbitals overlap just like this, that also forms a sigma bond, which is a single covalent bond. Now, for hydrogen fluoride, HF, the s- and the p-orbitals, for the H and the F respectively, again form a sigma bond, single covalent bond, that goes along the internuclear axis. The final sigma bond creation you need to know is, for example, in methane, which is between hybrid orbitals and, in this case, hydrogen. Now, that looks quite complicated, and there'll be more detail about that in further videos. So that's the sigma bonds dealt with. If you have two atoms with parallel p-orbitals, and those p-orbitals are brought close enough together to overlap, you're going to form a pi bond. So the top and the bottom lobes kind of mould into those blobs. Now, those small donut shapes are where the nuclei would be, so it's parallel to the internuclear axis. The p-orbitals initially were parallel to that internuclear axis, and that gives you a pi bond. Now, if you have a sigma bond, and a pi bond, you've just made a double bond. Now, it looks like there's three bonds, but it really isn't. It's just a double bond. And for a triple bond, well, you're going to get in another pi bond, at 90 degrees to the first one. So that's now a triple bond. It's kind of like a hot dog in a bun, and then another bun put at the side. Oh, now I'm hungry. And now we'll talk about the نجد أنه في حال التداخل سجما فإنه يحدث التداخل عن طريق التداخل بالرأس إذن قوة هذا التداخل يكون قوي في حال التداخل ضعي نجد أن نوع التداخل يكون تداخل جانبي أما عن قوة التداخل يكون ضعيف أين توجد الإلكترونات في حال التداخل سجما؟ على الخط الفاصل بين نواة الظر الأولى والثانية في حالة التداخل باي أعلى وأسفل الخط الواصل بين نواتي الضرتين كما شاهدنا في الفيديو السابق من حيث القابلية للدوران نجد أن تداخل سيجما قابلة للدوران في حالة التداخل باي غير قابلة للدوران إذن عدد التداخلات سيجما وباي بين ضرتين عند تكوين رابطة ساهمية يتم كالتالي أولا إذا كانت الرابطة التساهمية أحادية فهذا يعني أن نوع هذه الرابطة يكون سيجما فقط أما في حالة التداخل باي لا يوجد أي لا توجد رابطة سيجما كما هو مبين أمامك في الأقصى يمين الجدول نجد أن ضرة الكربون إذا ارتبطت مع ضرة كربون أخرى وما بينهما رابطة تساهمية أحادية تكون من نوع سيجما فقط طيب للحالة الثانية ضرة الكربون مرتبطة برابطتين تساهميتين ثنائية مع ضرة الكربون الأخرى في هذه الحالة بنجد أن تداخل لسيجما أو نوع الرابطة الأولى يكون سيجما والرابطة الثانية يكون باي في حالة الرابطة التساهمية الثلاثية تكون رابطة واحدة سيجما ورابطتين من النوع باي مستعينة بالكتاب المدرسي صفحة رقم 86 نأخذ المثال الأول مستخدما تركيب ليوس النقطي لجزء سيانيد الهايدروجين HCN حددي عدد المجالات الإلكترونية حول ضرة الكربون صن في كل مجال إلكتروني بحسب النوع لحل هذا السؤال أولا ننظر إلى المعطة نجد أن المعطة هو عبارة عن ضرة الكربون هنا هي الضرة المركزية ونجد أن ضرة الهايدروجين ترتبط معها من ناحية اليسار وضرة برابطة تساهمية أحادية ومن اليمين مع ضرة النيتروجين بثلاث روابط تساهمية ويوجد زوج من الإلكترونيات غير المرتبط في حالة ضرة النيتروجين أقصى يمين الحل هناك مجالان للإلكترونيات حول ضرة الكربون رقم واحد مجال إلكتروني مرتبط حيث أن الرابطة هنا رابطة تساهمية أحادية بين ضرة الهايدروجين والكربون في حالة الرقم اثنان المجال الإلكتروني أيضا مرتبط وذلك بسبب وجود ثلاث روابط تساهمية ما بين ضرة الكربون وما بين ضرة النيتروجين وعليه يتم تحديد المجال الإلكتروني إذا كان مرتبط أو غير مرتبط بناء على الشكل المعطى أو بناء على ترتيب الروابط في هذا الجزء لتوضيح فكرة كيفية حساب عدد المجالات الإلكترونية برجاء فتح الكتاب المدرسي صفحة رقم سبعة وثمانون وبالنظر إلى المثال رقم اثنان باستخدام تركيب لوس النقة للشقة الحر إكسوميثيل سي إتش أوو الشديد التفاعل حددي عدد المجالات الإلكترونية حول ضرة الكربون ثم صنفي كل مجال إلكتروني بحسب النوع أولا من خلال المعطى لدي أن ضرة الكربون ترتبط مع الهيدروجين برابطة تساهمية أحادية ويوجد حول ضرة الكربون إلكترون مفرد حر الحركة لا يدخل في تكوين أي روابط وبالتالي فهو إلكترون منفرد غير مرتبط وترتبط ضرة الكربون مع ضرة الأكسوجين من خلال رابطتين تساهميتين ثنائية ونجد أن هناك زوجين من الإلكترونيات الحرة غير المرتبطة توجد حول ضرة الأكسوجين الآن كيفية حساب عدد المجالات الإلكترونية حول ضرة الكربون الحل هناك ثلاثة مجالات إلكترونية حول ضرة الكربون حيث أننا نجد رقم واحد مجال إلكتروني مرتبط برابطة أحادية ما بين ضرة الهيدروجين وضرة الكربون ثانيا رقم اثنان مجال إلكتروني غير مرتبط حيث أن هناك إلكترون مفرد يوجد حول ضرة الكربون لا يدخل في تكوين روابط وبالتالي فهو إلكترون منفرد حر الحركة رقم ثلاثة مجال إلكتروني مرتبط ويرتبط من خلال رابطة ثنائية كما هو مبين أمامك ما بين ضرة الكربون وضرة الأكسوجين فهي رابطة تساهمية ثنائية وعليه يتم تحديد عدد المجالات الإلكترونية حول ضرة الكربون المركزية بأنهم ثلاثة مجالات كما تم ذكرهم وكما تم تصنيف كل مجال منهم حسب النوع طيب السؤال الآن لماذا لم يتم احتساب زوجين الإلكترونات أو زوجي الإلكترونات المنفردة الغير مرتبطة حول ضرة الأكسوجين وذلك لأننا في هذا المركب أو في الجزيئات عموما بشكل عام يتم تحديد الظرة المركزية وتحديد المجالات الإلكترونية حولها فقط وليست الظرات الجانبية أو الطرفية المرتبطة بالزرة المركزية إذن لحساب عدد المجالات الإلكترونية نركز فقط على الظرة المركزية أصبح الآن من السهل لتحديد عدد المجالات الإلكترونية لأي ضرة مركزية في أي جزء لديك موطة الآن المثال الثالث وذلك لتأكيد الفكرة تماما مستخدما تركيب لوس النقطي لجزء ثلاثي فلوريد الكلور حددي عدد المجالات الإلكترونية حول ضرة الكلور وهي الظرة المركزية ثم صنفي كل مجال إلكتروني بحسب النوع أولا المعطى يجب تحديد الظرة المركزية أولا ثم تمثيل لوس النقطي كما هو مبين أمامك بالشكل الحل هناك خمسة مجالات إلكترونية حول ضرة الكلور وهما كالتالي أولا رقم واحد مجال إلكتروني مرتبط وذلك من خلال رابطة أحادية ما بين ضرة الكلور والرابطة والفلور وهي الضرة الأولى ثانيا رقم اثنان مجال إلكتروني مرتبط أيضا رابطة أحادية بضرة الفلور الثانية رقم ثلاثة مجال إلكتروني مرتبط رابطة أحادية بضرة الفلور الثالثة أما المجال رقم أربعة فهو مجال إلكتروني غير مرتبط حيث يوجد زوج من الإلكترونات ورقم خمسة هو مجال إلكتروني غير مرتبط وهو زوج أيضا من الإلكترونات وبالتالي فإن عدد أو إجمالي عدد المجالات الإلكترونية حول ضرة الكلور وهي الضرة المركزية في هذا الجزء هو خمسة مجالات إلكترونية التقويم الختامي من تقويم الوحدة في الكتاب المدرسي صفحة رقم 146 اختيار من متعدد رقم واحد أي من العبارات الآتية تصنف المجال الإلكتروني الموجود حول ذرة الكربون في مركب ثنائي كبرتيد الكربون المعطى كما هو مبين أمامي أن ذرة الكربون ترتبط من خلال أربع روابط تساهمية مع ذرتين الكبريت الإختيارات هي مجالان مرتبطان أربع مجالات مرتبطة مجالان مرتبطان وأربع مجالات غير مرتبطة أربع مجالات مرتبطة وأربع مجالات غير مرتبطة الإجابة الصحيحة هي أربع مجالات مرتبطة وذلك لأن نركز دائما على ذرة الآية الذرة المركزية وهنا يريد تحديد المجال الإلكتروني وتصنيفه لضارة الكربون لأنه الضر المركزية X وبالتالي فنجد أن هناك أربع إلكترونيات مفردة لضارة الكربون اشتركت لتكوين أربع روابط تساهمية وبالتالي فإن عدد المجالات المرتبطة لضارة الكربون هي أربع مجالات مرتبطة أي لا يوجد أي أزواج منفردة حول ضارة الكربون عزيزاتي الطالبات طالبات الصف الثاني عشر أشكركم على حسن المتابعة